عليكم السلامة أستاذ عزي الدين تفضل أخي نحن خمس أشخاص صارنا خمس سنة وخمس شهور بتيرول نعم ولسه ما أجعلنا مقابلة ولا أي شي خالص طيب أستاذ نيفين معاك ياريت تعيدي السؤال عليها أستاذ نيفين عزي الدين سمعه عندك تفضل أهلا وسهلا أستاذ عزي الدين أهلا لك أنا سمعت موضوعك أهلا وسهلا بحضرتك أنتو خمس أشخاص بقالكم سنة وخمس شهور موجودين وما جالكوش مقابلة ولا أي شي للأسف دي كمان مشكلة دي مشكلة موجودة وهي لسه مو متدربين نحن فالموضوع أنه إذا بدنا نيجي نتدرب عندكم على الفيينة مثلا أو كذا يعني أجار طريق أنت تعرفي من هون الفيينة يعني بده يكلف ولسه نحن هادين بالكمب شو الحل يعني فيه منظمات حضرتك دي مش مشكلة حل أنا عندي كثير موكلين في المكتب في محافظات مختلفة مش لازم ييجي يعني كمان بنعمل ساعات تدريبات وأشياء عن طريق التليفون دي بنلاقلها حل فيه إجراءات كثيرة قانونية من حقكم أنتو تعملوها هو أنتو تسرعوا بيها الإجراءات بحيث يجيلكم معاد مقابلة سريع وبنسبة للتدريب ما فيش أي مشكلة أفضل أنتو تتجاهزوا قبل المقابلة المشكلة نحن بدنا نتجهز قبل المقابلة مشان هيك عم أسألك أنا نعم ما فيش أي مشكلة عم تقدم إيميلات الناس اللي عم تقدم إيميلات عم تروع عند القاضي القاضي عم يحكي له أنت بقدم إيميل ففورا عم يعطي سنة يعني لا 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 الكلام ده غير صحيح أبدا اللي بيقدم شكوى لتسريع الإجراءات أو بيكتب إيميل لتسريع الإجراءات ملوش أي علاقة ولا أي تأثير ياخد حماية سنة ولا ياخد لجوء أنا عندي ناس كثيرة في المكتب أعداد مهولة بس خليني أوصل لحضرتك الفكرة فيه ناس كثيرة عندي في المكتب مقدمين شكاوي يعني مش بس إيميلات هي شكوى رسمية إحنا قدمناها عن طريق المكتب وأخدوا إقامات دايما لجوء كامل فده ملوش علاقة بده أبدا وفيه شغلة ثانية ممكن فضل فيه ناس على الفيسبوك عم ينشروا بجروبات النمسا عم ينشروا أنه مجهول الهوية يعني ما عم يحطوا اسمه أنه أجانا رفضوا أجانا رفضوا أجانا رفض يعني أغلبها هيك حضرتك أنح لسه قلنا في أول الحلقة إيه ياريت نتجنب المعلومات اللي بتسيجي عن طريق الفيسبوك من مصادر غير موصوك فيها أو عن طريق أشخاص يعني ياريت تاخد المعلومات من شخص يكون موصوك فيه علشان تبقى عارف أنت بتعمل إيه تكون عندك المعلومة الصحيحة يبقى ياريت بس بدنا نستفسر أنه هيك فيه شي ولا ما فيه هيك شي أنه فيه رفض ولا ما فيه رفض بس أكيد فيه ناس بتاخد حماية سنة وفيه ناس بتاخد رفضات إحنا لسه إحنا بناءا على إيه طالعين النهاردة بنحكي عن إن فيه ناس بتاخد حماية سنة فيه ناس بتاخد رفض خالص وإحنا بناءا عليه إن إحنا بنحاول نعالج الأمور دي